السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع هو المجتمع النهاردة هنتكلم عن موضوع في الغاية الأهمية وهو موضوع الأسرة أسرة دي ممكن تتكون من أب، أم، أطفال ممكن في أي وقت ملاقات يحصل مشكلة في مشاكل ممكن نتتحل وفي مشاكل للأسف بنرجع فيها للقضاء عشان كده عايزين أي حد داخل على تأسيس بيت هيتجوز عايزين يدلو حبة نصايح كده من الناحية طبعاً القانونية ومن الناحية الشرعية عشان كده مشرفني ومنورني النهاردة فضيلة الشيخ حمدي نصر إمام وخطيب وزارة الأوقار أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم ومشرفني ومنورني الأستاذة فاطمة يوسف المحامية بالاستثناء في العالي أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا وسهلا بحضرتكم فضيلة الشيخ أنا حد مقبل على الجواز الإجراءات اللي أنا ممكن أكون إيه أحطها في دماغي بقى عشان أبدأ كده إيه أأسس أسرة كويسة تمام الحمد لله الحمد لله الذي علم آدم الأسماء وأستد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء وأنزله إلى الأرض دار الإبتلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده على الصراء ونستعين به على الضراء ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله دعا قومه إلى الهداية فلبوا النداء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتد بهديه وبعد الأسرة هي مشروع الحياة هي مشروع العم إذا أرد الإنسان أن يقيم مشروعا أعد له إعدادا جيدا وخطط له تخطيطا سليما أولى بنا إذا ما أقدمنا على مشروع الزواج على مشروع الحياة أن نعد له حسن الإعداد بداية لا بد أن يكون الزوج والزوجة مؤاهلين لتحمل الأسرة ولتحمل أعباء الأسرة معنى وقيمة الحياة الزوجية أحيانا بنعد للبيت أفضل إعداد ينفق الزوج على مسكن الزوجية إنفاقا هائلا وتعد الزوجة لمسكن الزوجية إعدادا هائلا لكن ربما نتناسى شيئا مهما جدا وهو إعداد طرفي الزوجية الزوج والزوجة كيف نعدهم؟ لا بد بداية من حسن الإختيار لا بد أن يدعو الزوج ربه تبارك وتعالى أن يوفقه في اختيار الزوجة الملائمة له وأن تدعو الزوجة ربها تبارك وتعالى أن يوفقها لزوج قفء لها النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه النقطة مستشارا يقول لمن أراد أن يتزوج لمن أراد أن ينكح تنكح المرأة لأربع تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها النبي أعلمنا وأخبرنا أن هذه الأمور الأربع تنكح من أجلها النساء ولكن إذا أردنا نحن نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أقول وأنا أنصحكم وأنا أقول لكم ما فيه الخير وأنا أقول لكم ما فيه النجاح والفلاح فاضفر بذات الدين تربت يدك إذن لا مانع أبدا من الجمال لا مانع أبدا من المال لا مانع أبدا من النسب لكن مع هذا كله وقبل هذا كله الدين أن تكون الزوجة على خلق أن تكون الزوجة على علاقة طيبة بالله تبارك وتعالى تعرف معنى وقيمة الحياة الزوجية كذلك الزوج ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الزوج بل قال لولي المرأة أو للمرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إذن في الاختيار لا بد أن يبحث الزوج عن الزوجة المتدينة ثم بعد ذلك يبحث عن المال يبحث عن الجمال يبحث عن النسب وأقصب بالتدين هنا معرفة الله تبارك وتعالى علاقتها بالله عز وجل الإمام الحسن البصري لما سأله ولي مرأة قال له لمن أزوج ابنتي قال زوج ابنتك التقي إن أكرمها أو إن أحبها أكرمها إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن تتزوج المرأة غير كفء لها أو أن يتزوج الرجل غير كفء له فيقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينا وخلقه فزوجوه إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه البشرية ويعلم ما ينفعها ويعلم ما يصلحها ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير إذن إذا قال ربنا فعل هذا فعلينا أن نفعله دون أن نعرض هذا على عقولنا لأن في هذا الفلاح والنجاح والسداد إذن بداية حسن الاختيار من الطرفين من طرف الزوج ومن طرف الزوجة بعد ذلك الكفاءة بين الزوجين كفاءة اجتماعية كفاءة علمية لابد أن يراجع الزوج نفسه عند اختيار الزوجة لابد أن يكون هناك كفاءة كذلك الزوجة أولي الزوجة لابد أن يكون عنده معايير يختار عليها هذا الزوج ثم يُعرض من تقدم لخدمة ابنته أوليته يُعرض هذا الزوج على هذه المعايير التي تتفق مع ما يناسب هذه الزوجة إذن الاختيار حسن الاختيار بعد ذلك الكفاءة بعد ذلك وأوصي بهذا كل الناس لابد أن نعلم طرفي العلاقة الزوجية الزوج والزوج معنى وقيمة الحياة الزوجية كما قلت في البداية كل مشروع له إعداد له تخطيط ننفق على السكن أو على الشقة الزوجية بيئات الألاب بل ملئي وننسى أن ننفق على أولادنا أن نعلم أولادنا شيئا عن معنى وقيمة الحياة الزوجية في أواخر هذه الأيام في السنة أو السنة اللي قبلها سمعنا عن حالات طلاق كثيرة جدا وخاصة في المتزوجين مؤخرا ستة شهور سبع شهور سنة سنتين حديث عهد بالزواج ما عندهم خبرة ما جلس أحدهم مع الزوج أخبره وعلمه ورباه على معنى وقيمة الحياة الزوجية أحيانا بنسمع عن زوج بيحل بالطلاق من أجل كوب من الشاي من أجل عمل تافي بسيط جدا إذن الأسرة مهددة لأدفه الأسباب ما علمنا ما علمنا هذا الزوج حقوق هذه الزوج ما لها وما عليها ما علمناه كيف يتصرف مع زوجات ساعة الاختلاف الحياة لا تسير على نطاق الاتفاق بل فيها من الخلاف ما فيه أحيانا نختلف ودهات النظر إذن لابد أن يتعلم الزوج من أبيه ومن أمه بداية بالقود والطيبة كيف يتعامل مع زوجته ثم تتعلم البنت في بيت أمها كيف تتعامل مع زوجها ساعة الاختلاف ما لزوجها علي من حقوق حضرتك أرسي عامل أو سألت النهاردة المقبلين على الزواج الذين يقيمون حفلا يتكلف مئات الألاف من الجنيهات ما حق الزوج ما حق الزوج لا يعرفون لا يعرفون إذن لابد ونحن نعد هذا الكيان الذي يتكلف علينا لابد أن نعد طرفي الزواج نعلم الزوج ونعلم الزوجة وربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن هذا الزواج في القرآن الكريم ما سمه بالميثاق ولكن سمه بالميثاق الغليل وما سمه ربنا ميثاقاً غليداً في القرآن غير عقد الزواج لماذا؟ ليه؟ ما يعني عقد الزواج بالزاج؟ لأن الله تبارك وتعالى بعقد النكاح تطلع المرأة على عورة الرجل ويطلع الرجل على عورة المرأة إذن هو عقد غليل نكاح ميثاق غليل من من أولادنا ومن شبابنا ومن بناتنا في هذا الزمان يعرف معنى وقيمة الحال الزوجية؟ أحياناً تقعد عليك مسائل في المسجد وفتاوى فلان أقسم على جاتب الطلاق ألا تصعد إلى الطبق العلوي فلان أقسم على جاتب الطلاق ألا تحدد جارته بهذه السهولة نفرد في الحياة الزوجية بهذه السهولة نضيع الأسرة وكان الأسرة وبعد هذا كله نرجع عن الندم إذن بداية حسن الاختيار الكفاءة بين الزوجين لا بد من تعليم طرفي الحياة الزوجية الزوج والزوجة معنى وقيمة وحقوق الزوجين عند الآخر جزاكم الله خير بارك الله في حضرتك أستاذ فاطم أهلا وسلام بحضرتك طبعاً منوران ربني فيك طبعاً حصل خلاف بين الزوج والزوجة وحضرتك محامية وجالك أحد الأطراف تمام خلاص بأنا الحياة مش نفعة وأنا عايزة أعمل أضية خلعة أنا عايزة أعمل أضية أنا أياً يكون نفقة وصوية أياً يكون قدريتك بتتعاملي مع الأمر ده إزاي؟ هو في البداية أصلاً قانون الأحوال الشخصية منع التقاضي أو أسقط أي تقاضي بدون المرور على تسوية المنازعات تسوية المنازعات دي يعني إيه معلش قبل ما نبتدي أي قضية خالص منقدم لمكتب تسوية المنازعات بتاعة الأسرة بيبقى فيها ده خاص بالقضاء ده خاص بالقضاء قبل ما نبتدي القضية منقدم مكتب تسوية المنازعات بتاعة الأسرة ده بيحاول حلول المشكلة حلول ودية بين الزوج والزوجة في البداية خالص المكتب المنازعات ده بيبقى متكون من مين بيبقى متكون من أخصائيين نفسيين وأخصائيين أسرة وقودي فبيحاولوا أنه هما يحلوا المنازعات الأول وفيه أوقات بيوصلوا لحلول بيوصلوا لحلول وبيبقى بيتسجل بمحضر الحل اللي توصل بين الزوج والزوجة بيتسجل بمحضر بيتسجل بمحضر الاتفاق اللي وصل لي على الصلح ممكن يتوصل للصلح من قبل ما توصل بها متبقاش فيه قضية خالص هما كده اتصلحوا في مكتب تسوية المنزعات والمحضر دول بيتسيبت فيه الاتفاق اللي اتفقوا عليه سيان كانوا مختلفين على نفقة اتفق انه هو هيتجيها نفقة فحلت انهما اتصلحوا من اللي بيدفع الاتعاب لحضرتكم لا هو بيبقى من البداية بقى خلاص وكده خلاص الصلح وبقى فيه صلح اللي موكلاني ومتبقاش فيه حاجة خلاص هي بتبقى جورة مزية وخلاص او لو فيه تصالح خلاص يا كده اتصلحوا ما حرقناش الدعوة الدعوة متحركتش خالص لو ما تصلحوش المكتب بقى ما قدرش على حل المشكلة المكتب بيبقى في حوالي 15 يوم في حدود 15 يوم وبيتصلوا بالزوج او بيتوصلوا مع الزوج او بيتوصلوا مع الزوج Hack اللي مقدم الخليف وبيحاولوا يصلحوا ما توصلش الحل من حرك الدعوة القضائية الدعوة القضائية ممكن تكون عند النفقة التلاق خلع زي ما حضرتك بتقول رؤية طيب احنا بنشوف فيه مشاكل كتيرة جدا بالنسبة خاصة بالرؤية خاصة بالحضانة خاصة بالولاية التعليمية ومشاكل دي كتير جدا وفيه مضمن المشاكل كمان ممكن حد يكون هو اللي ليه الحضانة وللأسف ممكن يخطف طفل أو هي تخطف الطفل وفيه مشاكل كتيرة كده احنا بنشوفها الحل في الحاجات اللي زي كده طبعا من احنا عايزين نتكلم برضو كدور اجتماعي قبل ما يكون قانونيا توجه نواب كتير جدا لمحاولة لتعديل قانون الاحوال الشخصية اللي هو قانون الاسرة المسلم اللي هو قانون الاسرة وخصوصا في موضوع الرؤية وموضوع سن الحضانة يعني هو كان الجدل على النقطة دي الرؤية والحضانة الرؤية بتبقى عبارة عن بحكم محكمة الرؤية على فكرة مش بتقتصر على الزوجة بس ممكن تكون للزوج يعني الزوجة هي اللي رفعها الزوج حق الرؤية قضية الرؤية مش شرط ان الزوج هو اللي رفع قضية الرؤية يعني كل الطرفين او ده او ده بيبقى مكان الرؤية في نادي اجتماعي تبع الدولة بيبقى برضو في ليحراسة وبيتسجل لدخول وخروج للنادي للأطفال والأم بيبقى ثلاث ساعات بيبقى غالبا يوم اجازة اللي هو يوم الجمعة ده اليوم الرسمي الا اذا نصقوا يوم تاني او فرضوا يوم تاني ويكونوا الطرفين متوافقين عليهم ده اليوم ده بيبقى كل قدي بيبقى خمستاشر يوم اسبوع خمستاشر يوم على حسب ما بيحدد القضية يعني ممكن يومين في الشهر او اربعة ايام مثلا يومين في الشهر او اربعة ايام والمدة ثلاث ساعات طيب انت شايف ان دي مدة كافية مثلا لحد مثلا عايز يشوف ابنه او هي عايزة تشوف ابنها ايام مفيش اجراءات تكفل او تتضمن ان اللي هو رافع قضية الرؤية او مش الحاضن يعني غير الحاضن ان هو ما ياخدش الطفل ويها ربيه هي دي بقى المشكلة هي دي المشكلة وفي فعلا الناس اتفقوا يعني اتنين خصوم واتفقوا ان يشوف الرؤية الرؤية دي تبقى عن طريق وجه مش طريق محاكم واخذ الاطفال ومشي في الحالة دي ايه اللي بيتم فن الحالة دي التام من حاول ان احنا نسترجع الاطفال هو فعلا في قانون او استحدث قانون منع الاطفال من الصفر ترى ما فيه مشكلة بس هو برضو هيرجع اقولك الدول اولادي او هي هتقول اولادي برضو بس في حضانة في سن حضانة احنا بقى احنا عايزين حل بقى للموضوع ده لسه مفيش حال غاية دلوقتي عن طريق القانون مفيش حال غاية دلوقتي سن الحضانة مع الام لغاية 15 سنة للولد وللبنت الى انت تزوك مشكلة بقى الاكبر في النفقة طيب بعد 15 سنة الام بتبقى في خلال 15 سنة دي لها حق وغد المصاريف بتاعة النفقة بتاعة الاطفال حق رعاية الاطفال والمسكن بتاع الاطفال بعد 15 سنة بيخيروا لو الولد بيخيروا البنت بينتظر لغاية مثلا سنة الزواج تمام الولد بيخيروا لو اختار بعد 15 سنة ان هو يروح مع الاب الام بيسقط على ده كل نفقيت ما بتاخدش النفقة بقى خلاص تاني مش بس كده كمان بيسترد الشقة بتاعته يعني الام ممكن تبقى قاعدة تربط ولد 15 سنة او بنت 15 سنة وبعد كده تتلع مفيش ولا نفقة ولا ولا شقة يعني فضلت الشير متى نلجأ للطلاق خلاص بقى احنا كده وصلنا ايه بكل الحلول ومفيش حل خلاص بقى انا بس اللي سمعناها من حضرتكم للأستاذة بوصد السلل لكل الناس قبل ما تفكر في الطلاق فكر في اولادك وبلاش الانتصار للنفس ويريد كل زوج وكل زوج يراعي نفسية الاطفال الطلاق جعله ربنا تبارك وتعالى في يد الرجل يستخدمه ليس في كل الاحواه لكن في حالة استحالة العلاقة بين الزوجين احد العلماء ذات مرة سألته في قدية الطلاق كان استاذا لي وشيخي في جماعة الأزهر قال اضرب لك مثالا اذا كنت في الصحراء واعطاك والدك سلاح انت في الصحراء والدك سلاح ناري متى تستخدم هذا السلاح قلت له لا اعرف يعني مش فاه قلت له اذا خرج عليك فأر لو طرعلك فأر تضربه بالنار قلت له لا اذا خرج عليك أسد اذا خرج عليك حياة مفترس هنا استخدم السلاح قال كذلك الطلاق جعله ربنا تبارك وتعالى في يد الزوج او الخلع في يد الزوج لا يستخدم هذا الحق الا اذا اغلقت في وجه الزوجين جميع الابواب واغلقت دونهم جميع الحلو استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين هنا لا يجعل الطلاق لكن احيانا نجد من الناس من يطلق زيارة الامر انتافي لا يستحق ربنا سبحانه وتعالى سمى في القرآن صورة كريمة بصورة الطلاق سمى بصورة الطلاق الطلاق هو حلاء لكن متى ان نلجأ اليه اقول قبل ان نلجأ للطلاق لا بد نرجع نفسنا مرارا وتكرارا لما نسمعه من هذه المشكلات التي تقبانا الزوجين ويتحمل فطورة الطلاق غالبا اطفالنا يتحمل فطورة الطلاق غالبا اطفالنا ونوصي الزوجين بان لا ينتصر كل واحد من الزوجين لنفسه بل لابد ان يقدم حقوق اولاده وان يقدم مصالح اولاده على نفسه وان تقدم الزوجة او المطلقة مصالح agent اولادها على نفسه هذا الذي وصى نبيه ربنا سبحانه وتعالى وصى نبيه نبينا عليه السلام حيث قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود المرأة في بيت زوجه رعية ورجل في بيت زوجته في بيت اهل راعب لابد وان يراعي كل واحد من الطرفين الله تبارك وتعالى في بيته لأننا سنسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى فياريت نرجع نفسنا مرة واثنين ومليون قبل ما نقدم على هذا الأمر وهو الطلاق سوزة فاطمة لو حضركت أتقدمي نصيحة بأن المقبلين مثلا خلاص على الطلاق هتقول لهم إيه بعيدا عن القانون بعيدا عن القانون ترمى وصلنا للطلاق يبقى كده في استحالة العشر فعلى أقل حفظه لو لكم يعني على الأقل زي ما فضلت الشيخ بيقول رعوا ربنا في ولكن طلعوا أطفال سأسوية طلعوا رجال مجتمع طلعوا نشئ صح في أبهات ما يعرفوش أولادهم في أبهات ما يعرفوش أولادهم يعني ممكن يكونوا سابوا الأم بأولادها أهم حاجة إن هي ما ترفعش نفقة أغلب الأضايا اللي بتيجي بتاعة الرؤية للأسف من الأبهات بيبقى عايز يسكت النفقة طيب أقول لحضرتك على حاجة موضوع النفقة دوت في حالات معينة أهل البنك تقريبا بنك ناصر الاجتماعي وهم ما بيكونش فيه بناتهم خلاف وللأسف بيعملوا قضية إن فيه بناتهم خلاف عشان هي تبدأ تاخد فلوس هل ده فعلا وارد يا فندم آه ده وارد كتير يعني هم بيبقوا عايشين وما فيش مشاكل آه ده وارد ده وارد بس برضو بنك ناصر بيدمن حقه إنه هو بيجيب جواب تحريف ما أنا فاهم يا فندم ده فيه أفضع من كده فيه أتنين بيبقوا متجوزين وبيعملوا طلاق علشان خاطر هي بيبقى لها المعاش بتاع الأب أو لها المعاش بتاع الخال أو الأق تمام تمام وهم ما بيبقوا عايشين بيبقى يعني اتطلقوا رسمي ولكن عايشين مع بعض بعرفي أو أي أن يكن عارفي علشان خاطر التقدار المعاش أو حصول على النفقة من بنك ناصر ده الحالات دي كتير جدا طبعا وارد وارد بس الأكتر إن هما فعلا بيبقوا مختلفين بس ده وارد وارد إنه تروح بنك ناصر وتقدم إنه هما منفصلين أو ما بيصرفش عليها وبتعمل قضية النفقة بتاعتها كلها وفتكسبها وهو ما بيدفعش بالتالي فبتروح لبنك ناصر بنك ناصر بيدمنحقه بجواب تحري هو ما بيقبلش كده وخلاص صيغة الحكم لا يعني بنك ناصر بيدمنحقه بجواب تحري بنزل لجواب تحري عن طريق الاسم هل هما فعلا متجوزين ولا بيينزل تحري من الاسم هل هما متجوزين أصلا ولا لا يبقى كده بنك ناصر أو الزوجة لا من اللي تحري من جواب التحري أستاذة فاطمة يوسف المحامية بالاستقنافل عالي الشرفتين ونورتيني فضلت الشيخ حمد نصرك طبعا دي واحدة بس طيب تفضل بس بوصي بوصي الزوج والزورة في الجيهة واحدة بس عدم التقصر بسوشيال ميديا هلو إيجابيات هلو سبوية يعني إن شاء الله بيزن أنتخصص ليه حلقة مع بعض اللي معلش شوال دي الوقت ما فيش مشكلة طبعا شرفتوني ونورتوني طبعا هنطلع لفاصل صغير كده وهنستقبل بقى مجبوعة من خارجين الجماعات نعرف بقى بمواجهتهم بقى مع سوق العمل اللي تم معاهم وطبعا يعني حالة كورونا وهم متخرجين كانوا هيمتحنوا ومش هيمتحنوا إن شاء الله بعض الفاصل تزورون ونشاء الله